بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتل مع بعض الجزء الثاني من الفصل الخامس لمكره هندسة البرمجيات في الجزء ده جماعة نتكلم عن الموضوع اسمه UML Diagram Types نشوف مع بعض كده جماعة بنقول UML Diagram Types أو أنواع الديجرامز اللي احنا ممكن نشوفها باستخدام الUnified Manupulation Language اللي احنا قلناها قبل كده وإحنا لو أنت هتفتكر قلنا إن إحنا هنستخدم Diagrams للتعبير عن النماذج صح؟ مش كده؟ آه تعال نشوف بقى أنواع الديجرامز اللي احنا ان شاء الله هنشوفها مع بعض في الفصل ده هنشوف مع بعض حاجة اسمها Activity Diagram أو نموذج النشاط أو الايه؟ Diagram النشاط جميل وإحنا قلنا إن Activity Diagram ده جماعة بيعبر على الأنشطة اللي بتتم جوا من؟ جوا العملية The Activities Involved in a Process وإحنا خدنا منه فكرة في الفصل الأول لو تفتكر وقلنا لما جانا شرحنا يعنيه Activity Diagram؟ طيب وكمان فيه ديجرام تاني اسمه Use Case Diagram وبيعبر عن التفاعل ما بين السيستم والبيئة المحيطة بيه Interactions between a system and its environment طيب فيه ديجرام تاني اسمه Sequence Diagram أو ديجرام التسلسل وفيه بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن التفاعل ما بين مكونات السيستم بعضها البعض اللي هي ايه؟ between the system components طيب وفيه Class كمان الوقت في الديجرام اسمه Class Diagram أو ديجرام الفئة وبيعبر عن ايه جماعة؟ بيعبر عن الارتباط ما بين كل فئة والتانية داخل النموذج طيب يبقى Association Between These Classes State Diagram يعبر عن التفاعل ما بين الأحداث اللي بتتمه جوه النظام والأحداث كمان اللي بتتم خارج النظام يبقى ايه؟ system reacts to internal and external events يبقى ايه؟ بتعبر عن أحداث داخل النظام ويه؟ والتفاعل مع الأحداث مين يا جماعة؟ كمان اللي فين ايه؟ اللي خارج النظام طيب تعال نشوف مع بعض ايه ميزة ان انا استخدم graphical model يا جماعة؟ Use of graphical models اللي بنستخدم models graphics بالرسومات بقولك اولا معروف ان الرسومات مهمة جدا في عملية التعبير يعني انت الماتيك يتعبر عن ايه؟ عن عن شيء الرسمة اوضح مثل التعبير حتى الساعة بقولوا كده ان ايه؟ ان الرسمة احسن من 1000 كلمة مش كده ولا ايه؟ بيعبر الرسم الرسم بيعبر عن شرح لمين للنظام اللي انت ايه؟ هتوصفه او النظام اللي انت عايز تتعامل معه اذا ممكن اقبقى as a means of facilitating discussion يعني بيسهل عملية انك انت تشرح about an existing or proposed system تمام؟ حاجة كمان يمكن استخدام الجرافيك على انها عملية من عملية التوصيق يعني كأنك انت بتعمل document كمان بدل ما تكتب لا ترسم اذا هي a way of documenting an existing system طيب وايه كمان؟ لا ده كمان ممكن نقول انها وصف تفصيلي وضقيق لوصف ايه؟ للنظام والنظام ايه؟ ها؟ اللي انت الهدف منه وغرضه ايه؟ ممكن توصف وصف دقيق بمين؟ بالجرافيك ووصف كمان تفصيلي تمام؟ طبعا الوصف ده بيساعد بعد كده في مرحلة مين التنفيذ اذا ممكن نقول a detailed system description that can be used اه بقولك ده وصف تفصيلي ممكن نستخدمه عشان نعمل ايه بقى؟ عشان ننجنرير system implementation عشان ننفذ النظام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته